بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبي أستعين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين أيها الأحبة الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في هذا التسجيل بإذن الله سنتفرق إلى إنجاز التمرين الثامن تمرين رقم ثمانية صفحة 52 في وحدة التحولات الكيميائية في المحاليل الشاردية وتحت سلسلة أطبق معارف إذن فبدون إطالة مع هذا التمرين يقول تجربة في البيت أغمر ماسكة ورق في الخل الأبيض واحد فسر انطلاق الغاز الملاحظ اثنين علما أن الماسكة من الحديد المغلفة بمعنى أنها مغلفة أو مطلية بطبقة رقيقة من الزينك زاد آن صف ما حدث وعبر عنه بمعادلة كيميائية منمذجة لهذا التحول الكيميائي إذن فالغاز المنطلق يدل على حدوث تحول كيميائي نعبر عنه بتفاعل كيميائي بين الخل والماسكة المعدنية هذا هو التفسير الذي نفسر به انطلاق الغاز يعني مدام لما وضعت الماسكة في الخل حدث انطلاق غاز فهذا يدل على حدوث تحول كيميائي وقع بين الخل والماسكة المعدنية اثنين علما أن الماسكاء من المعدة المغرفة سف ما حدث إذن فالذي حدث أن الزينك تفاعل مع الخل فانطلق غاز الهيدروجين هنا نصحيح غاز الهيدروجين وتأكسدت طبقة الزينك الطبقة الخارجية للزينك تأكسدت أو تآكلت وانحلت في المحلول الناتج يقول أعبر عنه عما حدث بهذا التفاعل بمعادلة كيميائية منمذجة لهذا التحول إذن المعادلة المنمذجة لهذا التحول الكيميائي تكون بالكيفية التالية إذن لدينا حمض الخل الذي صيغته الكيميائية C-H3 C-O-O-H يعني إذا كتبنا بصيغة مجملة نقول C-H4 C-O-2 أو C-2 H-O-O-2 زائد زائد زاد آن هنا زاد آن هو المعدن الذي يغلف الماسيكة وهذا حمض الخل حدث بينهما تفاعل فانطلق غاز الهيدروجين وتشكل محلول اسمه خلات الزينك لنفصل قليلا ما الذي حدث إذن هنا كتبنا حمض الخل كتبناه بالصيغة الشاردية يعني يمكن كتابته بهذه الطريق إذن لدينا شاردة الهيدروجين الموجبة وشاردة الأخرى السالبة هي C-H3 معذرة هنا نقصنا C C-H3 C-O-2 C-H3 C-O-2 نبغي أن نصححها إذن صححنا الصيغة الشاردية إذن لدينا قلنا هذه الصيغة الكيميائية الإحصائية لحمض الخل هنا هذه الصيغة الشاردية له إذن لدينا جزئين أخذنا نموذجين أو فردين كما تلاحظ هنا مكتوبة مضربة في اثنين لماذا سنرى لماذا لأنه سينطلق غاز الهيدروجين إذن ينبغي أن يكون لدينا نموذجين الأمر الآخر ولماذا هذا كذلك لأن ذرة الزينكوية حينما تتحول إلى شاردة كما سنرى فهي شاردة ثنائية لاحظ هنا ماذا يحدث يعني شاردة الهيدروجين هذه الشاردة الأولى والشاردة الثانية تكتسبان إلكترونين زائد إلكترونين من أين تأتي بالإلكترونين ستأخذهما من ذرة الزينك نعم لاحظ أن ذرة الزينكوية ستتحول إلى شاردة الزينكوية الزينكوية كما تلاحظ هنا ومقدمة إلكترونين يعيد هذين الإلكترونين المقدمين هم الذين ستأخذهم شاردة الهيدروجين وبالتالي ستتحول شاردة الهيدروجين إلى جزء وتتحول ذرة الزنك إلى شاردة زنك إذن هنا ستحول شاردة الزنك محل شاردتي الهيدروجين وبالتالي تصبح هذه الصغة الكيميائية للمركب الجديد زاد آن كما تلاحظ هنا واحدة ستندمج معه نجمع الآن هذين الجزئين أو هذين الفردين لدينا سي الأولى سي الثانية سي الثالثة سي أربعة إذن ها هي سي أربعة إن شارك الزينك الثنائية مع سي أربعة الآش لدينا ستة كما تلاحظ هنا ثلاثة ولدينا الثنين هنا ثنين هنا صارت أربعة إذن إذا كتبناها بالصغة الشارية تصير زاد آن زاد آن ثنين زائد زائد هذا الكل ثنين نقص إذن هذا بالنسبة لإنجاز هذه الوضعية إذن في الآخر أسأل الله العلي القدير أن نكون قد وفقنا كما نأمل أن تكونوا قد استفدتم مما قدمناه لكم وإلى الملتقى بإذن الله مع التمرين المولي إلى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيعه ودائعه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته